لابناء قطر على فوز الداودية بالكأس المفتوح للثنايا في مساء هذا اليوم حيث افتتح الشعار العنابي اول رموز اليوم وحقق الكأس المفتوح اهني سالم بن فران الذهبي اللي اليوم قدمت داودية في الشوط الرئيسي كما اهني ايضا هجن الرياسة على فوز الواعية بكأس المحليات واهني ايضا هجن العاصفة على فوز ادهم بالبندقية الذهبية واهني الرياسة ايضا للمرة الثانية على فوز طماع بالشوط الخاص بالمحليات تهانينا والناموس نبدأ ايوالاخوة المتابعون مع حضراتكم في وقائع هذا الشوط العاشر اللي امطلق بهذه المجموعة وهذه الشعرات الكبيرة اللي شاركت اليوم في هذا المساء في مساء ما قبل الختام في مساء ما قبل الختام القعدان المهجنات سيارة غالية بانتظار الفائز بالمركز الاول البداية شاهين يحتل الصدارة لسمو الشيخ محمد بن ذيابي سيف الانهيان الصادق بن فضل الامين في المتابعة وفي التضمير يليه مباشرة هملول لسمو الشيخ زايد بن المرأة المكتوم المنضمر هو حمد بن حلي العويسي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يحتل المرتبة الثالثة بوجود شاهين يضم رفيصل بن طالب بن شريم المري وهذا هو شعار هجن الشيحانية القادم بقوة اليوم القادم هذا هو الريان يحتل للمركز الرابع مع هجن الشيحانية يضم ره سلطان الوهيبي المركز الخامس بشاش على خامس المراكز يحتل للمركز الخامس مع شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم غانم بن مصفر بالقوبع في المتابعة والمركز السادس المركز السادس هذا هو السلع لي سمو الشيخ محمد بن هيان آل ان هيان جمعة بن محمد المزروعي والمركز السابع شعار هجن العاصفة مع متعود على المركز السابع بشعار العاصفة يضم ره حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثامن هذا سلهود ليسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبدالله بن علي بن واس والمركز التاسع شعار العاصفة المركز التاسع حايلتك على المركز التاسع بشعار العاصفة يضم ره حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز العاشر شداد يحمل الرقم عشرة في هذا الموقع واختم النداء معه ليسمو الشيخ الهيان بن حمدان بن آل الهيان حمد حمد بن بيات الرميثي في حملية التضمير هذه المراكز العاشراء والاخوة المتابعون هذه المراكز المندفعة في هذا الشوط الخاص بالقعدان المهجنات يا سلام اليوم في الفترة المسائية اشواط اه الرموز واشواط الثنايا والاشواط الرئيسية لاصحاب السمو اشيو خلاص اسدل الستار على سن الثنايا مع هذا المساء المميز المليء بالمفاجأة يا سلام يا سلام عودة الى مقدمة الشوط الى شعار الشحانية الى شعار الشحانية على المركز الاول على الصدارة هذا هو الريان هذا هو الريان اللي يحتل المركز الاول ينطلق بشعار الداودية الفائزة بالكأس المفتوح هذه 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 انطلاقة الريان وهذا هو الريان يتصدر هذه الاسماء وينطلق بشعار هجن الشحانية سلطان الوهيبي المتابع والمضمر لهذا لهذا القعود المركز الثاني هذا فيصل بن طالب بشريم المري يضمر وينطلق متابعا لشاهين مضمر القرن بالشعار سمو الشيخ حندان بن راشد آل مكتوم المركز الثالث السلع لسمو الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان جمعة بن محمد المزروحي في المتابعة والتضمير المراكز الثلاثة الأولى هذه اعلمتها لحضراتكم انتقل الى شعار سمو الشيخ زايد من المرآل مكتوم بوجود هاملول اللي يحتل للمركز الرابع مع هذا التقدم حمد بن علي العويسي في المتابعة خامسا يحمل الرقم خمسة ويدخل دائرة المنافسة شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في المتابعة سادس المراكز متعود على المركز السادس لهجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة المركز السابع المركز السابع بالشاش ليسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم غانم بن مصر بالقوضع المركز الثامن انتقل لشداد هذا اللي احلنته بالمركز العاشر قم اللحظة هنا ينتقل للمركز الثامن لسمو الشيخ الهيان بن حمدان آل الهيان حمد بن بيات الرميثي وتاسعا يحتل حايلتك لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير وعاشرا يتقدم نشوان لصاحب السمو الشيخ حمد بن راشد آل مكتوم مع مطرب اللاحق الهاجري في المتابعة ايها الاخوة المتابعون هذا هو النداء الثاني هذا هو النداء الثاني لهذه القعدان المشاركة هذه القعدان وهذا التنافس هذا التنافس وهذا اللقاء الاخوي الكبير اللي يجمع اصحاب السمو الشوخ في موقع واحد في دانة الدنيا دبي في ميدان المرموم في منافسات المرموم 2014 يا سلام رموز توزعت في هذا المساء مع الشعار الشحانية مع الشعار العاصفة مع الشعار هجم الرياسة ايضا شعارات شاركت في هذا التنافس القوي يا سلام الريان على المركز الاول الريان يقوده العملاء سلطان الوهيبي بشعار الشحانية يطمح في نقل السلام الى دولة قطر مع هذا التقدم يا سلام الريان احد المناطق الجميلة هناك هناك في قطر هنا يتابعون ابناء الشحانية يتابعون في قطر عبر شاشات قناة دبي ريسنج في هذا المساء المميز الملي بالمفاجآت الجميلة الجميلة المركز الثاني السلع ليزمو الشيخ محمد بن نهيان قال نهيان جمعة بن محمد المزروحي في المتابعة ثالثا لشاهين ليسمو الشيخ محمد بن ذياب بن شيف قال نهيان ويضم رأساء الصادق من فضل الامين ووصل متعود بالاضافة الى حيالتك بشعار العاصفة يحتل المركز الرابع والخامس يا سلام حمد بن راشد حمد بن غدير في المتابعة المركز السادس وصل نشوان انطلق نشوان احلنته بالمركز العاشر انطلق ودخل في دائرة المنافسة ليسا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمر مطرب اللاحق الهاجري انطلق هنا بشاش ليسمو الشيخ سعيد بن مكتوم والمكتوم غانم بن مصفر بالقوبع في المتابعة والمركز التاسع المركز التاسع هنا شاهين ليسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري واختم النداء بشداد ليسمو الشيخ الهيان بن حمدان اول الهيان حمد بن بيات الرميثي خلاص هذا هو النداء الاخير النداء الاخير النداء الاخير هجن الشيحانية على المقدمة هجن الشيحانية مع الريان مع الريان حتى هذه اللحظة في هذا التقدم المميز يقدم سلطان الوهيبي يا سلاب الريان 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 في هذا الميدان في هذا الميدان ينطلق بشعار هجن الشحانية انطلق في صدارة الشوت انطلقت الاسماي الوهيبي تحرك شعار العاصفة تحرك شعار سمو شيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان انطلقوا في هذا المساء انطلقوا تقدموا نحو النقطة الذهبية التي ستسجل باسم من باسم من الريان على المقدمة هجن العاصفة مع متعود على المركز الثاني من الجانب الاخر هنا شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع نشوان مع نشوان مطرب اللاحق يقدم يا سلام الريان ونشوان ومتعود اللحظات الاخيرة الناموس السيارة بالانتظار متعود والريان ونشوان وايضا شداد واصل واللحظات الاخيرة يا الوهيبي اللحظات الاخيرة مع الستمائة متر الاخيرة الثمائة متر الاخيرة انطلق الريان انطلق الريان طار الريان في هذا المساء كما انطلقت الداودية ولكن متعود متعود خطير متعود خطير مع العاصفة مع العاصفة مع العاصفة الواثف حمد بن راشد بن حمد بن قدير في المتابعة والتضمير الريان متعود الريان على المركز الاول على الصدارة سلطان الوهيبي هو القائد والمتابع وابناء الشحنية يتابعون في هذه الامسية الرياضية في هذه الامسية الذهبية 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 الله الريان ختم هذا الشوق بفوزه الريان بشعار الشحنية بشعار الشحنية وهجنها دهانينا دهانينا من هذه اللحظة ازفها لهجن الشحنية والقائمين على هذه الامبراطورية الكبيرة اهني سلطان الوهيبي القائد والمتابع لهذا الشعار الكبير دهانينا دهانينا لأبناء قطر على فوز الريان الريان بالمركز الاول دهانينا والناموس لهجن الشحنية وللمضمر سلطان بن سالم الوهيبي دهانينا والناموس متعود على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة المركز الثالث نشوان لصاحب السمو والشيخ محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع حملول لسمو الشيخ زايد بن المرأة المكتوم المركز الخامس شداد لسمو الشيخ الهيان بن حمدان آل الهيان إذن هذه اللحظات الأخيرة وهذا هو الريان احتل الناموس فاز معنا بهذا الشوق في منافسة شريفة ونزيها حصل من خلالها شعار هجن الشيحانية على النقطة الذهبية التي سجلت ودونت بأحرف من ذهب كما فعلها سالم بن فران بالشوط الرئيسي المفتوح مع كأس الثناية تهانين والناموس لهجن الشيحانية والقائمين عليها على هذا الفوز الريان والتوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية وهني هجن الشيحانية وهني سلطان بن سالم الوهيبي على هذا الفوز سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تهانين لعملاق المضمرين 13 دقيقة 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية هذا هو متعود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير تهانين والناموس المركز الثالث وصل نشوان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر مطرب اللاحق الهاجري توقيتها الزمني جزئين من الثانية 10 ثواني 13 دقيقة تهانين والناموس لكل الفائزين تهانين والناموس لكل من حصل على الناموس في هذا المساء الرياضي الكبير